حبيب قلبي وحشتوني. النهاردة هنعمل حبة عدس. لوز اللوس. ده معنا الخضار. قرنفلفل واحد. جزرية واحدة بس كبيرة. حبيتين طماطم. وانتوا عايزين تعملوه بس شربة مش هتحطوا يعني فيه شعرية ولا حاجة. يبقى ايه? حطوا حبيتين طماطم اتنين او واحدة كبيرة. انما انا هعمله باحب ان غمس بي. اللي عايز يسقق بقى اللي عايز يغمس. فالقطاريه الطماطم اكتر من اللي هو بيتعمل شربة. طبعا قطعنا الخضار معانا اوات. وحبت حباية واحدة برضو بطاطساية. وجماعة بصوا انا نسيت حط حاجة للعدس. بس اللي هيعرفها يكتب لي ويقول لي. اللي يعرف يكتب ويقول لي بقى انا نسيت ايه? شوف الشطر مين? ده طبعا ربع كيلو عدس معانا وكيس نصف كيلو بس انا مش حط ما حطيتوش كلو. حطيت ازود من ربع كيلو حبا. كل واحد بقى لحسب ما عايز بقى يعني اللي عايز نصي اللي عايز اه اه. ومعانا راس طومة كبيرة. فصصتها برضو غسلتها. مع دول معلقتين زيت. ومع لقيت زبدة بلدي. دي زبدة فلاحي بقري. حطيت معلقة كبيرة. وربع كيلو شعرية مش هحطه كلو. خلاص انا عملت بقى وخلاص فرمته والعادس طبعا غسلاء. اه دولوا بقى التوابل بتاعتنا ملح وشطة وكمون. فلفل اسمر نص معلقة صغيرة. ونص معلقة كركم برضو. احنا منحط كركم في كل اكلنا. زي ما طبعا المتابع بديوياتي. وحمرنا طبعا الشعرية. ونزلنا ومقلبنا بقى ايه كلو. ده بقى عيش بلدي. الوالدتي كانت جاي بقولي بص وبريكل اعرفت عامل ازاي. ووش وظهر عامل ازاي. الظهر محمص وجميل. مش محتاج طبعا احنا نحمص. وهو عيش محمص بكسره. عيش بلدي بقى بلدي بلدي يعني. اكسره. واحطه. انا عندي انا اصلا بحب اغمز. والاولاد عندي واما وباباهم بيحبوا ايه مساقي. ده طبعا اللي عايز مساقي. برضو بحط معلقة زبدة كده مش كبيرة. حتة صغيرة. احنا حطين اصلا معلقة في العدس كله. فبحط حتة كده على على الوش العدس في الطبق. واحط على الوش التاسقية. تدي طعم بيخليه روح في حتة تانية. جربوا الطريقة دي جميلة جميلة جميلة. وهنشوف من اللي هيعرف الحاجة اللي انا نسيتها. انا نسيت حاجة بتحط طبعا في العدسة. ما نشوف. فتعرفوا او ده لأ. ويارب يعجبكو. وبالهنة والشفة على قلبكو. بصوا. طحفة طحفة. الريحة والطعم بقى جميل. ما قلوكوش بقى. بصوا. اشتركوا في القناة